الانتري بتاعتي بداية مرحلة التراكم والستابلوس بتاعي اعلى مرحلة التراكم والتراجت بتاعي المفروض نهاية مرحلة التوزيع لاحز هنا الصفقة حققت التراجت معي السلام عليكم يا شباب وأهلا بكم في فيديو جديد في الفيديو ده هنتكلم على مفهوم من مفاهيم ICT وهو مفهوم The Power of 3 في المفهوم ده بكل بساطة هنتعلم دورة السعر في رينج أو في مدة زمنية معينة ومن خلال فهمنا للمفهوم ده نقدر ان احنا نفهم حركات الأسعار بشكل أكبر وكمان نقدر ان احنا نستفيد من المفهوم في دخول صفقات نسبة ربحها قوية جدا طيب قبل ما ندخل في تفاصيل المفهوم خلينا الأول نفهم حركة السعر أو دورة حركة السعر بشكل بسيط لاحظ ان عندي الشامعة الكبيرة جدا على اليمين في الدياجرام دي تعتبر Higher Time Frame أو مثلا Frame Daily وعندي الشكل التوضيحي على اليسار ده يعتبر Lower Time Frame Frame الربع ساعة طيب لاحظ ان هنا ده Opening Price على Frame الربع ساعة اللي هو على Frame Daily يعتبر هو فتح شامعة اليوم فبالتالي لاحظ ان شامعة اليوم هنا فتحت بدأ سعر يدخل في رينج وبعد كده هبط بشكل سريع كون لي Low في الماركت وبعد كده حصل صعود وتكوين قمة جديدة أعلى في الماركت دي بكل بساطة هي تعتبر دورة السعر لان لاحظ على Frame الربع ساعة فتح الشامعة والنا افترض بدون الويكس الشامعة فتحت في المنطقة دي بدأ السعر يدخل في رينج الشامعة كانت بتتحرك بالشكل ده وبعد كده حصل حركة اندفاعية هابطة حصل هبوط للشامعة بالشكل ده كونت لي Low في الماركت لكن بعد كده بدأ يحصل فيه اندفاع وحركات قوية السعر وصل لقمة جديدة أعلى لكن أغلق في مستويات أقل من أعلى سعر وصلت له وقفلت شامعة اليوم بالشكل ده فبالتالي يلاحظ ان هنا عندنا دورة محددة لحركة السعر وطبعا احنا في المثال محددين أو شامعة اليوم وشامعة الرابع ساعة كالشامعة اللي قدر أحدد بيها دورة السعر في خلال شامعة اليوم نظريا المفروض مثلا لو انا مختار مثلا شامعة الأربع ساعات ممكن هنا أحدد دورة حركة السعر لشامعة الأربع ساعات على فريم مثلا الخمس دقايق أو الديا لكن دايما بيتقاس على الفريم اللي ديلي في أغلب الأحيان لأن دايما اليوم بيبقى ليه دورة واضحة جدا عندنا تلات جلسات أساسية جلسة الأسيوية جلسة لندن جلسة نيويورك فبالتالي بتعتبر دورة السعر بتحصل في الجلسات أو ما بين الجلسات بيبدأ السعر يدخل فيه مرحلة جديدة يعني مثلا عندنا هنا في مرحلة دي تعتبر جلسة الأسيوية عندي هنا دي مرحلة دي تعتبر جلسة لندن وعندي المرحلة الأخيرة وهي جلسة نيويورك وبالتالي بيقفل اليوم بالشكل ده طبعا لو حابب تفهم أكتر جلسات الفوريكس وتعلم إزاي تستفيد من جلسات الفوريكس وتبني توقعاتك وصفقاتك بناء على الجلسات وسيولة الجلسات تقدر تشترك في دورة العرض والطلب SMC المطورة هتلاقي على موقعنا هتلاقي اللينك في الوصفة أسفل الفيديو طيب أنا فهمت دورة السعر وفهمت يعني إيه سعر فتح الشمعة وأقل سعر للشمعة وأعلى سعر للشمعة وسعر إغلاق الشمعة طيب خلينا نفهم مفهوم طيب مفهوم هو بكل بساطة فهم لدورة حركة السعر وبناء عليه أقدر أطور أقدر أدخل بها صفقات نجحة بنسبة كبيرة جدا طيب المفهوم بكل بساطة بيقول لي أن حركة السعر بتدخل في ثلاث مراحل عندي أول مرحلة وهي مرحلة التراكم أو مرحلة الأكيوميليشن وهي المرحلة اللي السعر بيدخل فيها في رينج بيبني سيولة أعلى وأسفل الرينج يعني بيكون ليعتبر قمم وقعان متساوية خلي بالك مش شرط يكون الرينج قمم وقعان متساوية ممكن يكون الرينج عبارة عن قناية عرضية لكن قناية صعادة أو هابطة يعني أكيد مش شرط يكون بيرفكت زي الرسم التوضيحي بعد مرحلة التراكم السعر بيبدأ يدخل في مرحلة المانيبوليشن أو مرحلة التلاعب وهو لما بيحصل حركة سريعة اندفاعية أسفل مستويات الرينج والسعر في المنطقة دي بيوصل لمستوى جديد تماما ويبتكون حركة سريعة جدا ودي المرحلة اللي بنسميها مرحلة المانيبوليشن أو مرحلة التلاعب خلي بالك مش شرط الرينج بالشكل ده ممكن بكل بساطة يكون عندي هنا لو بالشكل ده والسعر هنا يهبط مش أقل من الرينج بس ممكن السعر كمان يهبط أقل من اللو كمان الأخيرة اللي هي السوينج لو أو أقل قاع للهيكل الأخير فبالتالي لو عندي لو في المنطقة دي بالشكل ده ممكن أتوقع أن حركة المانيبوليشن هتسحب اللو أو السوينج لو للستركشور مش مجرد للرينج تمام فنخلي بالنا من النقطة دي كويس طيب بعد مرحلة التلاعب وهبوط السعر بشكل سريع بيبدأ السعر بعد كده يصعد مرة تانية ويدخل في منطقة الرينج مرة تانية ومن المنطقة دي بلاحظ هنا مرحلة تالتة وهي مرحلة الدستريبيوشن أو مرحلة التوزيع وهي اللي بيحصل فيها اندفاع قوي جدا وبيبقى أحجام الشموع قوية جدا أو شموع قوية يعني أجسام الشموع ضخمة وديول الشموع ضعيفة جدا طيب يبقى عشان نبسط الموضوع أول مرحلة في مفهوم ICT The Power of 3 وهو دخول السعر في حركة عرضية وهي اللي بنسميها التراكم أو الأكيوميليشن المرحلة التانية وهي هبوط السعر بحركة سريعة أسفل منطقة التراكم وكمان ممكن يكون أسفل السوينج لو زي ما وضحنا وبالتالي بيحصل هنا تجميع السيولة من أسفل القعاني يعني في المرحلة الأولى وهي مرحلة التراكم هي تعتبر مرحلة تجميع للسيولة لكن في المرحلة التانية وهي مرحلة التلاعب هي تعتبر سحب للسيولة اللي مرحلة التراكم جمعتها فبالتالي في حركة المانيبيوليشن بيتم تجميع السيولة اللي تبنت أسفل القعاني عندي المرحلة التالتة وهي مرحلة التوزيع أو الديستريبيوشن وهي بتبقى عبارة عن انفجار سعري وكسر لهيكل بشموع قوي ممتاز جدا طيب يبقى أنا لو حابب أحدد الرينج أو مرحلة التراكم هحددها بالشكل ده أعلى سعر ليها وأقل سعر ليها بالشكل ده يبقى أنا لحد دلوقتي واضح عندي مرحلة التراكم مرحلة التلاعب مرحلة التوزيع طيب دلوقتي أنا فهمت الكونسبت وفهمت أن السعر بيدخل في 3 مراحل في رينج أو في مدة زمنية معينة مرحلة التراكم التلاعب التوزيع طيب إزاي أدخل صفقة بناء على فهمي للكونسبت ده بكل بساطة إحنا بنحدد الرينج كمنطقة دخول للصفقات حددت أعلى سعر لمرحلة التراكم كنقطة دخول للصفقة وأقل سعر لمرحلة التراكم هو وقف الخسارة للصفقة وبالنسبة لي التارجت بتاعي هيكون أعلى سعر لمرحلة التوزيع يعني القمة الأخيرة طيب لحظ أن إحنا عندنا كل الكونفرميشنز تقريبا لدخول الصفقة يعني عندي منطقة التراكم هي تعتبر منطقة تجميع للسيولة وعندي منطقة التلاعب هي سحب السيولة وكمان عندي هنا break of structure من الستراكشور الأخير بمرحلة التوزيع حصل عندي هنا break of structure أو كسر للهيكل تمام يبقى هنا لو حابب أدخل صفقة هتكون الانتري بتاعتي زي ما تعلمنا أعلى الرينج أو مرحلة التراكم والستابلوس بتاعي أسفل مرحلة التراكم والهدف بتاعي هيكون أعلى سعر لمرحلة التوزيع للاحظ تقريبا صفقة risk reward ratio حوالي 2.4 من 10 يبقى بالتالي أنا عندي المرحلة الرابعة وهو انتظار تصحيح السعر لمنطقة التراكم ومن منطقة التراكم هي نقطة الدخول وقف الخسارة أسفل المنطقة والtarget هيكون لأعلى سعر لمرحلة التوزيع طيب خلينا نطبق على التشارت ونلاحظ المفهوم إزاي نقدر نطبقه بشكل عاملي على التشارت طيب لاحظ على التشارت على زوج GBPUSD frame daily هنحدد شامعة اليوم بس عشان نوضح دورة حركة السعر زي ما وضحنا في أول الفيديو شامعة اليوم الأخيرة خلينا كده نحدد الشامعة مثلا ومثلا ننزل على frame الربع ساعة ممتاز لاحظ هنا ده يعتبر فتح شامعة اليوم عندي التلات مراحل لدورة السعر لاحظ هنا دي تعتبر أول مرحلة وهي مرحلة التراكم هنحددها مثلا باللون الأصفر وعندي دي المرحلة التانية وهي مرحلة أو التلاعب هنحددها باللون الأحمر وعندي المرحلة التالتة وهي مرحلة أو مرحلة التوزيع مثلا هنحددها باللون الأخضر لاحظ دي تعتبر الشامعة الأخيرة شامعة اليوم الأخيرة على عندي التلات مراحل متكونين مرحلة تراكم تلاعب وبعد كده مرحلة التوزيع المفروض أن هنا أقدر أن أنا أحدد أعلى وأقل سعر لمنطقة التراكم وهنا بكل بساطة تبقى يعني هنتظر تصحيح للمنطقة بالشكل ده وبعد كده أقدر أن أنا أدخل الصفقة بتاعتي هحدد التارجت بتاعي لآخر قمة ده بكل بساطة مفهوم طبعا أنت تقدر تستخدمه على كل لكن يستحسن تستخدمه على فريم ربع ساعة أو فريم الخمس دقائق طيب خلينا نشوف مثال تاني لاحظ في المثال عندي اتكون واضح جدا على فريم ربع ساعة هحدد أعلى هاي وأقل لو حددت كده منطقة التراكم أو منطقة الأكيوميليشن خلينا ننتظر ونشوف حركة السعر ممتاز لاحظ أن كده حصل عندي المرحلة التانية وهي مرحلة التلاعب أو مرحلة هنحددها مثلا باللون الأحمر خلينا ننتظر ونلاحظ اللي إحنا محتاجين وإحنا محتاجين الهاي الأخيرة يحصل عندي هنا عشان أتأكد من دخول الصفقة لاحظ كده شباب حصل عندي فعلا هنا واضح جدا وكمان الشرط بتاعنا وهو يحصل اندفاع أو مرحلة التوزيع تبقى بشموع قوية ديول الشموع ضعيفة جدا وأجسام الشموع قوية يبقى بالتالي المفروض بتاعتي كانت من الشمعة دي يعني بتاعتي بعد الكسر هتبقى بالشكل ده والستابلوس بتاعي عند آخر قاع لمرحلة التراكم والمفروض بتاعي يكون لآخر قمة طيب أنا عندي هنا دي آخر قمة اتكونت يعني هل هخلي الصفقة بالشكل ده قدر يخلي الصفقة بالشكل ده أكيد لكن احنا برضو متداولين في الأساس أكيد مش هدخل صفقاتي بناء فقط على المفهوم ده فبالتالي أنا عندي هنا أصلا وعندي هنا منطقة عرض واضحة جدا فممكن مثلا أخلي التارجد بتاعي لمنطقة العرض بالشكل ده مفهوم أنا مجرد هنا استخدمت المفهوم في تأكيد نقطة الدخول أو في تأكيد دخول صفقة من المنطقة دي تمام؟ لاحظ كده لاحظ إنه حصل عندي أكتر من تصحيح للمنطقة حد الآن السعر دخل في مرحلة رينج مرة تانية وهنا الصفقة جابت التارجد بتاعنا حوالي صفقة واحد لاثنين طبعا المفهوم ده مش هيوفر لك نقاط الدخول البرفكت اللي أنت محتاجها اللي هتكون بستوب لوس بسيط جدا بالشكل ده دي مجرد استراتيجي بسيطة تفهمك دورة حركة السعر وممكن كمان تعتمد عليها في دخول صفقات لكن طبعا زي ما أنت ملاحظ هي صفقات قوية لكن مش قوي كفاية قادر إن أنا أحدد الانتري وأبدأ بعد كده أأمن الصفقة أو حركة زي ما تعلمنا في الكورسات طيب خلينا كده نشوف مثال تاني ممتاز لاحظ كده يعني مثال ده مش أفضل شيء لكن يعتبر بيوضح نفس الكونسيبت أو نفس المفهوم لاحظ إن أنا اتكون عندي هنا مرحلة تراكم وبعد كده اتكون عندي مرحلة التلاعب وبعد كده اتكون عندي مرحلة أو مرحلة التوزيع تمام المفروض إن هي تكون للوق الأخيرة يعني عندي دي كلها تعتبر مرحلة توزيع كويس يبقى بالتالي أنا لو عايز أدخل بالمنظر ده هدخل ازاي فكل بساطة أنا هحدد بتاعي تمام والانتري بتاعتي بداية مرحلة التراكم والستابلوس بتاعي أعلى مرحلة التراكم والتارجت بتاعي المفروض نهاية مرحلة التوزيع لاحظ هنا الصفقة حققت التارجت معنا تمام ده الكنسبت بس على منظور أكبر شوية أو في برايس أكشن أكبر شوية تمام فلاحظ هنا نفس المنظور اتحقق معنا وتعتبر دي صفقة جيدة صفقة واحد لأربعة تقريبا طيب خلينا نشوف مثال أخير ممتاز لاحظ هنا عندي فيه أكتر من مثال عندي ده مثلا أول مثال في بداية الفيديو أكيد قلنا أن فترة أو مرحلة التراكم مش شرط تكون مرحلة السعر بتحرك فيها في شكل بيرفكت بالشكل ده ممكن السعر يكون بتحرك في رينج لكن في شكل صاعد أو في شكل هابط لكن مفيش سيولة كافية وده اللي بيخليه تحرك في شكل رينج فلاحظ هنا حركة دي تعتبر رينج تمام دي تعتبر مرحلة التراكم وده بالنسبة لي مرحلة التلاعب وعندي هنا مرحلة الديستريبيوشن أو مرحلة التوزيع بالشكل ده يبقى بالتالي أنا لو عايز أدخل انتري أحدد كده الرينج بتاعي وهي الانتري بتاعتي أعلى مرحلة التراكم الستوب لوس أسفل مرحلة التراكم التارجت المفروض هنا أكيد لمرحلة التوزيع أو الأعلى قمة لكن في الأساس أنا عندي البلنس وعندي منطقة عرض يعني مثلا نخلي التارجت بتاعي لمنطقة العرض بالشكل ده برضو صفقة ممتازة جدا طيب لاحظ كده معايا في صفقة تانية ممتازة لاحظ هنا اتكون عندي رينج واضح جدا تمام يبقى دي بالنسبة لي مرحلة التراكم أنا منتظر مرحلة التلاعب خلي بالك احنا وضحنا ان من الشرط السعر يكسر الرينج ممكن يكسر السوينج لو ده بالضبط اللي حصل وده يعتبر ممتاز يعني اللاحظ دي تعتبر السوينج لو السعر كسرها وحصل حركة سريعة جدا بالهبوط وبالصعود لاحظت بعد المانيبوليشن لاحظ هنا المانيبوليشن كبير شوية او حركة كبيرة شوية لكن المهمة عندي وهو ان الحركة تكون حركة سريعة لاحظ دي شامعة واحدة وصلت كسرت او وصلت للسوينج لو وبعد كده كون عندي هنا رينج بسيط برضو على تايم فريم اصغر هنلاقي هنا السايكل السعر في المنطقة دي وتعتبر الشامعة البيرش هي دي الشامعة اللي هدخل فيها الصفقة من المنطقة دي لو نزلنا على تايم فريم اصغر لكن لاحظ هنا ده يعتبر مرحلة التلاعب وعندي بعد كده مرحلة وهي تعتبر المرحلة دي المفروض ان هنا هدخل بتاعتي منين بكل بساطة هحدد مرحلة التراكم وادخل بتاعتي من المنطقة دي والستابلوس بتاعي اسفل مرحلة التراكم لاحظ هنا ان السعر وصل فعلا لاقل سعر لكن برضو بتاعي مازال بعيد عن حركة السعر وده هو قوة الستراتيجي دي طيب هنا انا التارجيت بتاعي اكيد مش اخلي التارجيت مجرد لهنا دي تقريبا صفقة واحد لواحد او اقل من كده فبالتالي انا اريد مثلا لو محدد عندي هنا صحب لسيولة وعندي هنا تعتبر دي تاني منطقة عرض ممكن اتوقع هنا تصحيح يبقى بالتالي التارجيت بتاعي هيكون للمنطقة دي لاحظ هنا الصفقة محققة معي التارجيت اتمنى تكونوا استفادتم من الفيديو واتمنى يا شباب تعملوا لايك للفيديو لان ده بيحفزني جدا اكمل فيه السلسلة دي وباذن الله مع بداية السنة هيبقى فيه محتوى جديد تماما على التشانيل اشوفكم على خير ان شاء الله مع السلام